سأشوف من الوعي اللي هو الاكثار من اللا والتقليل من النعم ما عندي إذا بتقول نعم تحمل الألم لأن غالب ما يتبع نعم ندم وما يتبع اللا حسرة والندم فترته وعمقه أطول فوجع في النفس أعمق في النفس وأطول في المدة الندم أما الحسرة فهي فترة قصيرة غالباً وتنتهي الحسرة على نعم يعني على لا دائماً شوف أضر المثال أكثر دائماً جاك واحد وطلب منك سلف أقول بشرب السعد أبشرب السعد نعم طيب ودخلت في دين وما سدتك وابتلشت فيه ولا دخلت السجن إذا ما معي بكلمة نعم لا إذا ما معي بأسلفة إذا ما معي بأقول الله أنا أيوة لكن المصيبة المصيبة في اللي المصيبة فيهش المصيبة باللي يقول حديثنا على اللي يقول نعم وهو لا يستطيع ما يعرف يقول لا فدائماً وليس الأطلاق أيوة ليس الأطلاق ودائماً الألم يتبع النعم طيب جاك واحد وقال لك وأنت في شغل تعال يا أبو فلان خلنا نطلع أنت مشه أنا كنت كده طيب ما أقدر بس ما تريد ترد خويك أنا شو الصح نعم ولا لا هنا لا بس غالب خويك بزدي في نفسك أنك رديته هذه حسرة ولكن لو قلت نعم وطلعت معاه وأخرت شغلك وممكن بعدين مديرك في العمل هاوشك فهذه ندم فترة ألمها أطوال بس مجرد أني ما أطلع مجرد أني ما أطلع معاه ما هو لازم أني أطلع أقول له نعم أني راح أطلع معاه لا نعم أني راح أشرح للتفاصيل يمكن يكون لي برر المبرر يأتي مع لا ما يأتي مع نعم أنا نعم ما يحتاج أبرر أنا أطلع معك خلاص بأطلع معك بس إذا قلت لا بقول لك لا لأنني أدبيات أدبيات نحن نتكلم عن أدبيات شباب كلمة أني نعم أوعدت رجل ما ودقت عليه والله جاء عندي ظرف جاءت صح سيأتي في حياتنا دائما بس دائما لو استغلتها بدل لا وقللت من كلمة لا أشوف أنها أفضل كتلف معاك الشاعر وشيقول بس ما أنا أقول أن تقول نعم أنك تروح لا أنا أقول أن المبالغة في الاجتماع والمبالغة في الوحدة أشياء تنقلب على صاحبه لو حتى الشاعر أبو فطيح يقول قبيح قول لا بعد نعم وحسن قول نعم بعد لا أنا تأكيد هو أقول سؤال ثاني قبيح قول لا وشي قاسم أنتم اليوم تقول طيب قبيح قول لا قبيح قول لا بعد نعم وحسن قول نعم بعد لا إذا كنت مرت ثلاث مرات يا رجالة بقول لك نعم لآخر يوم طيب بمعنى ساعة طلبت مني أني أحضر العشاء حلو وأنا غالب بالظن أني مشغول ستبقني إذا التساؤلات هاي تجي في مخك إذا قلت ماني بعازمك والله معازمك أنا غالب الحياة أبصر الحياة أبصر أنا مشغول لكن يعني لم تسهل طيب لا أنت تتكلمون عن الله يحلو لا لا أنت تتكلمون عن فن لأن أنا طيب هذا الفن قاعدنا نحاول كيف نتعامل مع الفن وكيف ندرسه جميل أنا بقول لك دعني أضرب لك مثال هذا صار لي صار لي أنا بعدمك شيء صار لي من كلامك قلت نعم مثلا الدوام وكذا كترى في الدوام إذا حدق علي من أخي أطلع عن الرياض مثلا أنت قال أحمد أطرع معي مثلا أنت قهوة أو تغد معي أطرع وخلي المكتب أي والله وأرجع لحاسم علي غياب نص اليوم مرة يعني ما أقدر أقول لها لا يأتيني وأنا منح لجمالها ودي أقول لا لكن لا أقدر يعني من طناختي أم زاز يعني أنا لا أقدر فهمت وصل من ذلك لين عاد صار اللي صار والله يكتب لي فأنا نعم أتذكر أنني قدني دمت على كلامة نعم حسب تقول ثانية تأكيد بس عشان تفهم البيت الشعري يا سعد اللي هو أنا جاء واحد من الشباب عزمني على الفطور ممتاز وأنا غالب أظن أني مشغول صراحة فاعتذرت منه قلت لا والله ما أقدر الله يكتر خيرك ما أقدر هذا ناصر صيح جميل جميل قلت لا والله ما أقدر وأنا غالب أظن أني مشغول خلصت شغلي بدري وكلمت الرجال تمون عليه وديت وديت طيب تخيل أني عكستها هل هي أجمل أم لا أن يقول خلص أبت تم والرجال يحسب حسابك وبعدين تعتذر لا هذا 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 السياق الحديث